نور على مر الزمان تألقا وأضاء لإ الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحمأه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه فيه جنح الدجاء متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفآت الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رد الآيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمع حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمزكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمزكي بعراه كي لا نغرقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر